اشهد معالي سيد عبدالله شاهد رئيس الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة وزير خارجية جمهورية المالديف خلال تصريح خاص لمركز الأخبار اشهد بالنهضة التنموية الشاملة التي تشهدها مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المفدى وما تبذله من جهود لتحقيق أهداف ومقاصد الأمم المتحدة لقد تشرفت بلقاء جلالة الملك المفدى وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وعدد من كبار المسؤولين في المملكة خلال زيارتي للبحرين وأود أن أعبر عن إعجاب الشديد بمدى الالتزام الذي تبديه المملكة تجاه الأمم المتحدة ومبادئها وبالخطوات التي اتخذتها البحرين تحت قيادة جلالة الملك المفدى لتفعيل الشراكة مع المنظمة ترجمة نانسي قنقر